بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائنا وابنتنا طالبات وطالبات الشهادة العددية وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة العلوم إن شاء الله النهاردة حلقتنا هنتناول بعض المقارنات الهمة أو الشائعة الموجودة اللي ممكن نلاقيها في منهجنا أو في امتحاننا في هذا الفصل الدراسي بالنسبة للمقارنات عندنا طبعا المقارنات ببدأ أشوف المقارنات لو هي محدد لي من حيث كذا يبقى هلتزم بالحاجة اللي هو أي الهالي ساب المقارنة مفتوحة وقال لي قارن وسيكت يبقى بقول كل حاجة أعرفها عن الجزء اللي أنا هكارن أو النقطتين اللي أنا هكارن بينهم لو بدأنا بأول مقارنة عندنا وهي المقارنة بين الكميات الفيزيائية وأن عندنا نعين اتنين من الكميات الفيزيائية لو بصينا على الشاشة يبقى الكميات الفيزيائية عندنا نعين كميات قياسية والنوع الثاني بسميها كميات متجهة ايه معنى كلمة كميات قياسية وايه هي كميات قياسية المتجهة يبقى اول حاجة بقانن من حيث التعريف الكميات القياسية كميات يكفي لتحديدها معرفة مقدارها ممكن اقول فقط او اقول مقدارها ووحدة قياسها فقط اما الكميات المتجهة كميات بيكفي لتحديدها معرفة مقدارها ووحدة قياسها واتجاه يبقى هنا الكمية المتجهة بيزيد عليها تحديد الاتجاه نبدأ بعد كده أدي أمثلة كميات قياسية زي ايه عندنا؟ زي المسافة، زي الزمن، زي الطول، زي الكتلة، زي المساحة، زي الكسافة، زي نص القطر دي كلها كميات قياسية أما الكميات المتجهة عندنا هم عندنا زي ما احنا شايفين كده ست كميات نحفظهم الإزاحة، السرعة، العجلة، الوزن، القوة، الضغط يبقى الست كميات دول بقول عليهم كميات متجهة ليه؟ لأنه يكفي لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها الزمن كميات قياسية ليه؟ يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط أو ممكن أقول مقدارها ووحدة قياسها هننتقل إلى عندي نوعين اتنين من العجلة العجلة عندنا إما عجلة منتظمة مجابة أو عجلة منتظمة سالبة إيه هي العجلة منتظمة المجابة؟ يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية طب العجلة منتظمة السالبة؟ العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية في العجلة المنتظمة المجابة بيكون عندي السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية ليه؟ لأن سرعة الجسم بتزيد في العجلة السالبة العكس السرعة الابتدائية هي أكبر من السرعة النهائية أو ممكن أقوله أن السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية بالنسبة للعجلة الموجبة دائما إشارتها موجبة أما العجلة السالبة لابد أن تكون الإشارة بتاعتها بالسالب ليه؟ لأن دائما السرعة الابتدائية أكبر من السرعة النهائية المقارنة الثالثة عندنا بين نوعين اتنين من الصور الصورة الحقيقية والصورة التقديرية إيه معنى كلمة صورة حقيقية؟ هي الصورة التي يمكن استقبالها على حال دائما تكون مقلوبة يبقى دائما الصورة الحقيقية بتكون مقلوبة يعني ايه يعني لو انا واقف راسي تحت ورجليه فوق بتنتج منين تنتج من تلاقي الأشعة المنعكسة في المرآة المقعرة او تلاقي الأشعة المنكسرة في العدسة المحدبة يبقى القطع الضوئية اللي بتكون صور حقيقية هم حكتين مرآة مقعرة وعدسة محدبة اما الصورة التقديرية هي الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل رقم اتنين دائما معتدلة يعني راسي فوق رجليه تحت زي ما الجسم محطوط بالزبط بتنتج من تلاقي امتدادات الأشعة الأشعة هيبقى عند نوعين أشعة منعكسة زي اللي موجودة في المرآة سواء كانت مرآة مستوية او مرآة محدبة او مرآة مقعرة يبقى معنا كده التلات مرايات بيدينوا صورة تقديرية لكن المرآة المقعرة انا كنت لسا بقول بتديني صورة حقيقية لكن في حالة واحدة بتكون صورة تقديرية وهي عندما يوضع الجسم على بعد اقل من البعد البؤري تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة او تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة المنكسرة في العدسة مين في العدسة المقعرة وايضا من العدسة المحدبة اذا وضع الجسم على بعد اقل من البعد البؤري للعدسة المحدبة يبقى هنا عندنا الصورة الحقيقية بتتكون بحكتين اتنين يا اما مرآة مقعرة يا اما عدسة محدبة فقط الصورة التقديرية هتتكون بكم قطعة مراية مستوية مراية محدبة مراية مقعرة عدسة مقعرة عدسة محدبة اما الاختلاف في حجم الصورة المرآة المستوية الصورة التقديرية دائما مساوية للجسم ومعقوسة الوبة المرآة المحدبة والعدسة المقعرة الصورة دائما تقديرية معتدلة مصغرة مهما كان بعد الجسم عن المراية او العدسة اما في حالة العدسة المحدبة والمرآة المقعرة بشرط تكون الصورة التقديرية أن يوضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري فتتكون له صورة تقديرية معتدة لا مكبرة يبا كده ده فرق بين الصورة التقديرية والصورة الحقيقة أنواع المراية عندنا لو بصينا المراية عشان برضه نفهم الكلام ده أي عبارة عن أي؟ عندي 3 أنواع من المراية أو نعين 2 يا إما مستوية يا إما كرية لو بصينا على المراية المستوية ايه معنى كلمة مراية مستوية؟ نبص على الشاشة ونشوفها مرآة سطحها العاكس مستوي تماما السطح بتاعها مستوي زي المرآة اللي موجودة عندنا فيهن في البيت الصورة المتكونة بالمرآة المستوية لها ست خصائص أول خاصية صورة تقديرية ليه لا يمكن استقبالها على حائل وليه ليقول لي تقديرية هقول له لأنه لا يمكن استقبالها على حائل وتنتج من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة اتنين معتدلة راسي فوق رجلية تحت زي ما انتواف قدامها معكوسة الوضع وقلنا معكوسة اليمين شمال والشمال يمين أربعة مساوية للجسم يعني الصورة قد الجسم لو الجسم طوله 6 سنطر يبقى الصورة طولها 6 سنطر بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنها يعني ايه لو انا واقف قدام المرآة على بعد 2 متر الصورة بتاعتها تتكون على بعد كم من المرآة أيضا على بعد 2 متر ليه لأن المرآة تعتبر في منتصف المسافة بين الجسم والصورة لو طلب المسافة بين الجسم والصورة يبقى بجمع المسافتين أو المسافة اللي أنا وقف عليها بضربها في 2 يبقى أنا لو وقف على بعد 3 متر المسافة بيني وبين الصورة بتاعتي تبقى كام؟ هضرب الـ 2 في 3 بـ 6 آخر خاصية عندنا المستقيم الواصل بين الجسم والمرقاء عمودي أو بين الصورة عمودي على سطح المرقاء يبقى الخط المستقيم اللي يطلع من الجسم ويروح للصورة لازم يعمل زاوية 90 مع المرقاء أو مع السطح العكس المراية القرية عندنا نوعين 2 مرقاء مكعرة ودي بنقول عليها مجمعة أو لامة ومرقاء محدبة ودي بنقول عليها مفرقة لمجمعة لأنها تجمع الأشعة الضوئية في البقرة والمرقاء المحدبة مفرقة لأنها تفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها المرقاء المكعرة سطحها العاكس هو السطح الداخلي للكرة التي يعتبر وجه المرقاء جزءا منها المرقاء المحدبة سطحها العاكس هو السطح الخارجي للكرة التي تعتبر المرقاء جزءا منها يبقى المرآة المكعرة عاملة زي ايدي كده بالزبط لو منا بسيط على بطن اليد بطن اليد كده يبقى دي مرآة مكعرة ظهر ايدي هيبقى مرآة محدبة يبقى ها دي كورة خدت الجزء الداخلي بقت مرآة مكعرة خدت الجزء الخارجي أصبحت مرآة محدبة نبدأ نشوف عندنا في أيضا مقارنة بين البقرة الحقيقية والبقرة التقديرية ايه معنى كلمة بقرة حقيقية؟ تنتج من تلاقي الأشعة بعد انعكس طبعا كلمة البقرة هي نقطة تجمع الأشعة سواء كانت أشعة منعكسة في المراية أو أشعة منكسرة في العدسة البقرة الحقيقية تنتج من تلاقي الأشعة بعد انعكسها ده لو في المراية أو بعد انكسارها لو في العدسة أما البقرة التقديرية تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة بعد انعكسها أو امتدادات الأشعة بعد انكسارها البقرة الحقيقية في حالة المرآة تقع أمام المرآة طب في حالة التقديرية تقع خلف المرآة البقرة الحقيقية أن تتكون في حالة المرآة المقعرة أما البقرة التقديرية تتكون في حالة المرآة المحدبة يبقى دائما القطع الضوئية اللي بتجمع الأشعة البقرة بتاعتها بيكون حقيقي القطع الضوئية التي تفرق الأشعة بقرتها تكون بقرة تقديرية تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة سواء منعكسة أو منكسرة لو حبيت أعمل مقارنة بين المرآة المقعرة والمرآة المحدبة المرآة المكعرة تعرفها مرآة سطحها لعاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء أما المرآة المحدبة مرآة سطحها لعاكس جزء من السطح الخاري لكرة جوفاء اتنين المرآة المكعرة تجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها أما المرآة المحدبة تفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها بالنسبة للمرآة المكعرة بقرتها الأصلية حقيقية أما في حالة المرآة المحدبة البقرة الأصلية تقديرية المرآة المقعرة تكون صور حقيقية غالبا أو تقديرية مكبرة في حالة واحدة أو شرط واحد قلنا إيه هو الشرط ده أن يوضع الجسم على بعد أقل من البعد البقري أما المرآة المحدبة صورها دائما تقديرية مصغرة وعشان كده دائما باستخدمها فيه توضع على يمين ويسار سائق السيارة ممكن أحط استخدام للمرآة المقعرة أنها توضع أو تستخدم فيه محلات الحلاقة أو صالونات الحلاقة لأنها بتكبر المكان أو بتكبر الجسورة للجسم المضوع أمامها المرآة المحدبة أقول أنها تستخدم فيه السيارات وأيضا باستخدمها فيه محطات المترو بتوضع على رصيف المترو بجوار سائق المترو ليه؟ بتكون له صورة تقديرية معتادة لمصغرة بتجيب له الرصيف من أوله إلى آخره وأيضا بالنسبة للسيارة بتعطي صورة تقديرية معتادة لمصغرة تكشف الطريق خلفه بالنسبة للمرآة المقعرة عندنا لو بصينا عليها بالشكل ده آدي المرآة المقعرة بهذا الشكل بيكون مركز التكور أمام السطح العكس يبقى دي مرآة مقعرة أما المرآة المحدبة مركز التكور بيقع خلف السطح العكس أيضا البقرة هتكون موجودة أمام السطح العكس هنا برضو هيبقى البقرة موجودة خلف السطح العكس يبقى دي مرآة محدبة دي مقعرة ودي محدبة دي لامة ودي مفرقة ننتقل إلى المقارنة الأخرى لو حبيت أقارن بين المرايا والعدسات إيه هي المرايا عندنا أو يعني إيه مرايا بنوية عليها كده قطع ضوئية سطحها عاكس للضوء يبقى المرايا إيه تعرفها قطع ضوئية سطحها عاكس للضوء قد تكون المرايا عندي قد تكون إيه إما مستوية أو كرية يبقى المرايات هي عبارة عن سطح عاكس يعني إيه سطح عاكس الضوء لو سقط عليه ينعكس قد يكون هذا السطح إما مستوي أو كري وفي حالة كر هيبقى عندي نوعين اتنين اما محذب او مقعر يبقى اذا هي قطع ضوئية سطحها عاكس للضوء قد تكون مستوية او كرية نوعين اتنين محذبة او مقعرة بالشكل ده عندنا لو جاب للمراية بالشكل ده يبقى دي مرقاء مستوية بالشكلين اللي احنا لسه رسمينهم بهذا الشكل يبقى مرقاء مقعرة بهذا الشكل مرقاء محدبة طب لو انا عايز اقارن بين العدسات بنقول على العدسة ايه هي عند عدستين اتنين بهذا الشكل والعدسة التانية بالشكل هذا العدسة دي لو بصين سميكة من الوسط ورقيقة من الاطراف هنا العكس رقيقة من المنتصف وسميكة من الاطراف هنا نعيني اتنين من العدسة دي بقول عليها عدسة محدبة وذي بقول عليها عدسة مقعرة العدسة المحدبة بتعمل كمنشورين يتقابلين عند القاعدة اما العدسة المقعرة تعمل كمنشورين يتقابلين عند القم نشوف مع بعض على اللاب كده ونشوف العدسات بنقول عليها قطع ضوئية كاسرة للضوء يعني ايه كاسرة الضوء؟ الضوء لما بيسقط عليها بيحصل بينكسر يبقى المراية سطحها عاكس اما العدسات قطع ضوئية كاسرة للضوء يحضها سطحان كريان قد تكون محدبة او مقعرة المراية لها سطح واحد هو اللي بيعكس الاشعة اما العدسة لها وجهان كريان ولذلك بيكون لها بورتين ولها مركزين تكور لو حبيت اعمل مقارنة بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة العدسة المحدبة قطع ضوئية سميكة عند منتصفها ورقيقة عند طرفيها المقعرة هيبقى العكس قطع ضوئية رقيقة عند منتصفها وسميكة عند طرفيها العدسة المحدبة تجمع الاشعة الضوئية الساقطة عليها اما العدسة المقعرة تفرق الاشعة الضوئية الساقطة عليها العدسة المحدبة تكون صورا حقيقية غالبا او تقديرية مكبرة في الحالة اللي احنا قلنا عليها ان يوضع الجسم على بعد اقل من البعد البقري يعني الجسم يبقى موجود بين البقرة وبين المركز البصري اما العدسة المقعرة تكون دائما صور تقديرية مصغرة العدسة المحدبة بقراتها الاصلية حقيقية اما العدسة المقعرة بقراتها الاصلية تقديري ممكن اقول استخدام العدسة المحدبة تستخدم في علاج طول النظر أما العدسة المكعرة بتستخدم لعلاج قصر النظر يبقى أنا كده عملت مقارنة مفتوحة بين العدسة المحدبة والعدسة المكعرة نبدأ نشوف بالنسبة لي الشخص سليم العينين أو سليم الرؤية بيرى الأشياء بوضوح على بعض لا يقل عن 25 سنطي وهنا أقصى بعض لي 6 سنطي طبعا في بعض الناس ربنا وهابوا أنه ممكن يزيد المسافة دي عندي يبقى إحنا عندنا الشخص سليم الرؤية أو سليم العينين بيرى الأشياء بوضوح على بعض مسافة من 25 سنطي إلى 6 متر وطبعا زي ما قلنا الأطفال في مرحلة أو الجسم أو الشاب في مرحلة دي بتكون عضلات العينين العضلات بتاعته تكون بتعمل بشكل جيد وبالتالي بتبدأ تهيئ وتكيف العدسة عشان تبدأ يشوف في المدى اللي موجود عندنا لكن عندنا بعض عيوب الإبصار التي قد يصاب بها الفرد نتيجة أشياء معينة أو نتيجة لبعض الأسباب عيوب الإبصار عندي عبين اتنين طول النظر وكسر النظر إيه هو كسر النظر؟ عيب بصري المصاب به يرى كسر يبقى يرى الأشياء القريبة بوضوح أما البعيدة يراها مشوهة بالنسبة لكسر النظر إيه السبب عندنا؟ سبب العيب العكس يعني القسر هيبقى سببه زيادة إيه اللي يزادة هنا عندنا حاجة من اتنين؟ يا إما زيادة طول كتر كرة العين يعني الكتر كرة العين طبعية كده ده لو زاد هيؤدي إلى قسر نظر يبقى زيادة طول كتر كرة العين أو زيادة تحده بسطحي عدسة العين العدسة بدا ما هي؟ بالوضع الأصلي كده لا التحده بتاعها زادة فبقى عدسة سميكة أصبح بعدها البقري صغير نتيجة للعبين لتنين دول أو نتيجة للسبابين لتنين دول إيه اللي بيحصل؟ تتكون الصورة أمام الشبكية أو قبل الشبكية يبقى الصورة كونة قبل الشبكية أو أمام الشبكية ده قسر النظر عشان أعالجه بإيه؟ باستخدام عدسة مقعرة ليه؟ لتفرق الأشعة الضوئية قبل دخولها العين فتتكون الصورة على الشبكية أنا الصورة كونت أمام الشبكية عايز أرجحها وراء شوية فمين اللي رجعها لي؟ العدسة المقعرة تفرق الأشعة إلى أن تتجمع على الشبكية فتتكون الصورة على الشبكية طول النظر العكس إيه السبب؟ نقص طول كتر كرة العين أو نقص تحده بسطحي عدسة قد العدسة الطبيعية هو بقى عمل كده بقيت عدسة رقيقة أصبح بعدها البقري كبير نتيجة لذلك الصورة بتاعت أي جسم أنا بشوفه هتتكون وراء الشبكية عشان كده دايماً لما بيجي يعمل إيه؟ بيبعد عن عينه عشان الصورة اللي وراء تبدأ تقرب لغاية ما تيجي على الشبكية يوم يراها بوضوح الكسر كان بيقرب ليه؟ عايز يرجع الصورة عشان تتكون على الشبكية بعالجه باستخدام نظارات طبية زي عدسات محدبة ليه؟ الصورة متكونة وراء أنا عايز أقربها يبقى العدسة المحدبة بتجمع الأشعة الضوئية قبل دخولها العين يوم تتكون الصورة على الشبكية طب لو جاب لي الثلاث صور دول واحد واثنين وتلاتة وقال لي حدد هنا مين الشخص سليم الرؤية ومين اللي عنده طول نظر ومين اللي عنده قصر نظر لو بصينا على اللاب كده عندنا الشخص سليم الرؤية يبقى الصورة بتاعتها هتتكون فين؟ هتتكون على الشبكية أنهي شكل عندنا موجود بالنسبة ليه الشبكية الصورة اللي موجودة على اللاب معلشة نشوفها يبقى هنا ده العين ده رقم واحد الصورة متكونة أمام الشبكية او قبل الشبكي يبدأ عنده قصر نظر هنا الصورة كوانة خلف الشبكي يبدأ عنده طول نظر هنا الصورة كوانة عند الشبكي يبدأ شخص سليم الرؤية او سليم العيني يبقى هنا ده شخص طبيعي بيشوف الاشياء بوضوح ده شخص عنده عيب طول النظر وده شخص عنده قصر النظر طريقة العلاق العدسة دي عدسة ايه مقعرة يبقى مين اللي انا عالكته هنا قصر النظر يبقى قصر النظر بيعالج باستخدام عدسة مقعرة لتفرق الأشعة قبل دخولها العين يبقى لما يجيب للشكل ده ويقول للشخص ده كان بيعاني من إيه؟ هقوله بيعاني من قصر النظر طب الشخص ده اللي أنا استخدمت عدسة محدبة كان بيعاني من إيه؟ بيعاني من طول النظر ننتقل إلى وحدة الكون ونشوف عندنا مقارنة بين نظريات نشأة المجموعة الشمسية أنا عندي ثلاث نظريات نظرية السديم نظرية النجم العابر النظرية الحديثة نظرية السديم أول حاجة بشوف اسم العالم مؤسس النظرية اللي أسس نظرية السديم وإن هنا حرف السين ولابلس حرف السين يبقى سين سين سديم لابلس النجم العابر نون نون العالمان تشيمبرلين ومولتن يبقى هنا نجم عابر تشيمبرلين ومولتن النظرية الحديثة هه هه اللي هو مين فريد هول يبقى سين سين ساديم لابلس نون نون نجم عابر شمبرلين ومولتن نظرية الحديثة فريد هول يبقى هاها أصل المجموعة الشمسية في نظرية الساديم بيقول لابلس أن أصل المجموعة الشمسية نشأ مما يسمى بي الساديم أما في نظرية النجم العابر أصل المجموعة الشمسية هو نجم الشمس نفسه بيقى الشمس نفسها أما في النظرية الحديثة قال العالم فريد هويل أن أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس أساس النظرية أو المشاهدات التي تأثر بها هذا العالم أثناء إعداد النظرية أو أثناء تكوين النظرية نظرية السديم بناها لابلس بناء على وجود السديم أو السحاب الموجود في الفضاء حتى الآن اثنين احتواء الفضاء على حلقات سحابية أو سديمية حول بعض الكواكب مثل كوكب زحل بالنسبة لنظرية النجم العابر ما فيش نظرية أو ظاهرة بنوا عليها أما النظرية الحديثة تأثر فريد هويل بظاهرة تسمى ظاهرة انفجار النجوم المقصوب بيها أن نجم ما بيتوهج ليصبح من ألمع نجوم السماء ثم يختفي توهجه تدريجيا ليعود كما كان عليه يبقى هنا اسم النظرية اسم العالم مؤسس النظرية أصل المجموعة الشمسية بعض المشاهدات التي بنى عليها أو تأثر بها عند تكوينه للنظرية نيجي بقى لما يسمى فروض النظرية فروض نظرية لابلس واحد كانت المجموعة الشمسية عبارة عن قرى غازية متوهجة تدور حول نفسها سماها لابلس أو أطلق عليها اسم السديم اتنين بمرور الزمن فقد السديم حرارته فتقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول نفسه بتأثير القوة الطاردة ايه اللي حصل فقد السديم شكله القروي وتحول الى كرس مسطح دوار وانفصلت عنه حلقات غازية بتدور في نفس الاتجاه هذه الحلقات الغازية بدأت تتكسف الغازات دي بدأت تتجمع مع بعضها وتتكسف وتبرد وتكون كواكب المجموعة الشمسية الكتلة الملتهبة التي ظلت في الوسط هي التي كونت الشمس يبقى الشمس تكونت من الكتلة الملتهبة المتبقية في المركز اما الكواكب تكونت من تجمد وتكثف الحلقات الغازية التي انفصلت عن السديم النظرية التانية عندنا وهي نظرية النجم العابر ايه فروض النظرية؟ بيقول ان المجموعة الشمسية كانت نجم واحد كبير وهو الشمس واقترب من الشمس نجم اخر عملاق تمدت جانب الشمس المواجه للنجم العملاق ثم حدث انفجار في هذا الجزء الممتد نتيجة لهذا الانفجار حصل حاجتين تحررت الشمس من جاذبية هذا النجم اتنين تكون خط غازي ممتد في الفضاء من الشمس حتى اخر الكواكب بعد ذلك بدأ هذا الخط الغازي في التكثف وكون كواكب المجموعة الشمسية اما فروض نظرية الحديثة بيقول ايه بقى فريد هول كان يجب بالقرب من الشمس نجم اخر اتنين انفجر هذا النجم نتيجة التفاعلات النوائية الفجائية وكوزفت نواته بعيدا وتبقت سحابة غازية تلاتة تكسفت السحابة الغازية وكونت كواكب المجموعة الشمسية اربعة تحكمت قوة جذب الشمس في مدارات الكواكب حولها بالنسبة للتكاثر عندنا ايه هو التكاثر عملية حيوية بتهدف الى استمرار النوع وحمايته من الانقراض وعند نوعين من التكاثر تكاثر جنسي او تزاوجي تكاثر لا جنسي او لا تزاوج ايه الفرق؟ التكاثر الجنسي بيتم عن طريق فردين من الكائنات الحية احدهما مذكر والاخر مؤنس رقم اتنين بيحدث في اغلب الكائنات الحية الراقية النباتات والحيوان وطبعا الانسان بينتج عنه افراد تحمل صفات متباينة عن الابويين يعني صفات مختلفة التكاثر اللاجنسي او اللاتزاوجي بيتم عن طريق فرد ابوي واحد اتنين يحدث فيه الكائنات وحيدة الخلية وبعض الكائنات عديدة الخلايا تلاتة الافراد الناتجة تحمل صفات مطابقة تماما للفرد الابوي لو عملنا مقارنة بين الخلية الجسدية والخلية التناسولية الخلية الجسدية تشمل جميع خلايا الجسم مع عدل مناسل زي اي خلايا جسدية كليا كابب بن كرياس بالنسبة للنبات جز رساق اوراق اتنين بتحتوي على المادة الوراثية الكاملة اللي احنا بقول عليه العدد السناء اللي هو اتنين نون كروموسوم تلاتة تنقسم ميتوزيا مع عدل خلايا الدم الحمراء البالغة لانه مفهاش نواة الخلايا العصبية لعدم وجود جسم مركزي خلايا الكبد لا تنقسم الا في ظروف خاصة عندما يقطع جز منها الخلية الجسدية بينتج عن انقسمها خليتان بكل منها نفس عدد الكروموسومات اللي هي اتنين نون كروموسوم الخلايا التناسولية بتشمل خلايا المناسل فقط اللي هي الخصية والمبيض في الحيوان والانسان او المبيض والموتك في النبات بتحتوي ايضا على المادة الوراثية الكاملة يبقى الخلايا التناسولية او المناسل فيها اثنين نون كروموسوم ايه الاختلاف بقى هنا ان انقسامها ميوزيا او اختزاليا لما بتنقسم بيحصلي بينتج عن انقسامها اربع خلايا تسمى بالامشاج وبكل خلية تحتوي على نصف المادة الوراثية طبعا هيتبقى لنا الانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي وطبعا هنشوف ايه الفرق بينهم يعني احنا بنحاول نجمع المقارنات دي فيه جداول كده هو طبعا للاسف لان وقت حلقتنا انتهى ففضلنا الانقسام الميوزي والميتوزي تعمل مقارنة الفرق بين الخلية التناسولية والخلية الجنسية برضو ده نحاول نعمل مقارنة بينهم وان شاء الله باذن الله الحلقة القادمة هتكون هي حلقة مراجعة النهائية ان شاء الله يبقى معنا مجموعة من الاسئلة ومعنا هنشوف ازاي نحل المسائل اللي ممكن نتعرض لها في الامتحان ابنائي وبناتي حتى نلتقي في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة